السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الدرس الجديد والذي يتعلقنا بالمرجع الجديد في الاجتماعيات القسم السادس من التدائي إذن الدرس هو المغرب مهدو الإنسان العاقل إنسان جبل إغوذا هذا هو الدرس الثاني من مكون تاريخ سنتعرف على الأهداف أقرأ خارطة مواقع إنسان ما قبل التاريخ وأصف الإنسان العاقل ونمط عيشه وأستخلص أهمية اكتشاف إنسان جبل إغوذا أمهد لتعلمي تبوأ المغرب بفضل اكتشافات إنسان جبل إغوذا مكان مرموقة جعلته يعتبر مهدا للإنسان العاقل فضلا أن كونه يحتضن كثير من مواقع إنسان ما قبل التاريخ إذن كيف أقرأ خارطة مواقع إنسان ما قبل التاريخ أقرأ خارطة مواقع بقايا إنسان ما قبل التاريخ المغارة والأحجار وكذلك في منطقة أسفي بين الأسفي والصغيرة هنا في الجنوب نلاحظ طبعا في طرفاية والعيون هنا نقوش ورسوم طبعا سخرية وكذلك في جهة ورسة هنا هنا في الداخلة نلاحظ أدوات حجرية نعم الآن سنجيب على الأسئلة أحدد المناطق التي وجدت فيها بقايا عظمية بشرية في المغرب إذن هذه المناطق قلنا منطقة طبعا وجدة منطقة طنجة قلنا بين الرباط والدار البيضاء وكذا نكبر الصورة بين أسفي والصغيرة إذن هذه توجد فيها بقايا عظمية بشرية الإنسان أسمي الأماكن التي عطرة فيها على مغارات نعم أفسر موقعها في هذه المناطق هنا نظرا لوجود الغطاء النباتي والغطاء النباتي وجود أمطار قوية وجود أمطار وجود غطاء النباتي هذا ما يفسره طبعا وجود هذه المغارات نعم هنا السخلص ما يدل على وجود أدوات حجرية ورسوم سخرية في بعض المناطق نعم أدوات حجرية نلاحظ ثم رسوم سخرية إذن طبعا وجود وجود طبعا إذن طبعا وجود أدوات طبعا حجره بعض مناطق يعني استعمال هذه الأدوات طبعا للصيد للقانص ورسوم صخرية طبعا أو نقوش يعني وجود دليل على وجود هذه الحيوانات قال التاريخ فهي تعبر طبعا هذه كلها عن نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ طبعا تعبر عن نمط العيش دليل أكتب فقرة أصيب فيها توزيع مواقع إنسان ما قبل التاريخ وأفسر اختلاف كتافة ما حسب المناطق نعم هذه المنطقة نلاحظ أنها هي اللي فيها طبعا وجود مواقع إنسان بش كثير إذن تركزت مواقع إنسان ما قبل التاريخ طبعا في شمال المغرب وطبعا في الساحل طبعا المتوسطي والأطلنطي الساحل المتوسطي والأطلنطي من خلال البقايا العظمية خلال البقايا العظمية البشرية والأدوات الحجرية والرسومات الصخرية التي تم العطور عليها هناك طبعا وهذه المناطق تميزت طبعا السبب تميز بوجود غطاء نباتي هنا غطاء نباتي ووجود طبعا الماء وهي ماناطق ساحلية طبعا ثاني وجود الأسماك الرخويات نمر إلى النشاط الموالي أصف الإنسان العاقل ونمط طبعا عيشه أصف الإنسان العاقل ونمط عيشه إذن نقرأ هذا النص ظهر الإنسان العاقل أولى الأمر في إفريقيا ثم انتشر في آسيا وأوروبا وهي تميز بصفات وخصائص طبعا جسمانية تشبه خصائص الإنسان الحالي من حيث الطلقامة وشكل الجمجمة والأسنان إذن فويش به الإنسان الحالي نعم نلاحظ هذه الوثيقة مهمة ثانية رصا لمراحل تطور إنسان لاحظوا أبناء الأجزاء هنا الإنسان الأول قبل ثلاثة مليون سنة هو نلاحظ أنه عنده ميتر فاصلة اشترين ماتر واحد فاصلة اشترين ماتر وهو قصير القامة ونعم يجد صعوبة في اللقوف والمشي ثم يأتي طبعا الإنسان المنتصب طبعا منذ مليون سنة طبعا فالقامة دياله طبعا متوسط القامة عنده ميتر فاصلة واحد فاصلة خمسين متر ويمشي مسافات طويلة ثم الإنسان العاقل قبل تلتامية ألف سنة فهو طبعا طويل قامة وقادر على الكلام والتحكم في يديه نلاحظ الجمجمديل هذا قلنا الإنسان الأول والإنسان طبعا المنتصب ثم الإنسان العاقل فطبعا هناك اختلاف في الجمجمات كذلك مع الإنسان العاقل فهنا أسنان طبعا بارزة جدا وهنا أسنان طبعا بارزة لكن ليس كما في الأول يعني أسنان لم تعد بارزة كما في الأول وهذا إنسان طبعا ليست له أسنان بارزة من حيث الجمجمات لاحظوا هذه الجمجمات هذه لدينا الإنسان العاقل فهي دائرية هنا لاحظوا هناك اختلاف من الجمجمات المنتصب والإنسان طبعا الأول والإنسان طبعا العاقل لاحظوا خلف الجمجمات وهنا الشكلها طبعا دائري إذن سنجيب عن الأسئلة أحدد الفترة والمناطق التي ظهر فيها الإنسان العاقل من النص ظهر الإنسان العاقل قلنا أول مرة في إفريقيا إلى المناطق إفريقيا ثم آسيا ثم أوروبا نعم إذن إفريقيا وآسيا أوروبا وطبعا فوكاش متى من خلال النص نبحث عنها وهو يتميز بصفات وخصائص طبعا جسما يتشبه خصائص الإنسان الحالي من حيث الطول قام أما فوكاش ظهر الإنسان العاقل هذه هي 300 ألف قبل 300 ألف سنة قبل 300 ألف سنة هذه الفترة والمناطق قلنا هي إفريقيا ثم آسيا ثم أوروبا نمر إلى السؤال الثاني أقارن بينه وبين الإنسان السابق له والصخرة المميزة من حيثه ماذا طول القامة وشكل الجمجمة وشكل الأسنان إذن قلنا هذا الإنسان الأول قاسي القامة هذا متوسط القامة وهذا طويل القامة طبعا وطبعا كيختلفوا من حيث الجمجمة طبعا في الخلف هذا عنده جمجمة دائرية وهذه طبعا غير دائرية ثم من حيث الأسنان هنا أسنان بارزة وهنا طبعا لم تعد بارزة كما عند الإنسان الأول وهذه غير ليست بارزة أسنانه أفسر تسمية بالإنسان العاقل إنسان العاقل لأنه طبعا قادر على الكلام والتحكم في يديه فأصبح إنسان قادر على التحكم في يديه وقادرا على الكلام الآن سنمر إلى طبعا هنا أصفه طبعا نمط عيشه أصفه نمط عيشه هي هذه هنا حقق الإنسان العاقل تقدما محسوسا في صناعة أدوات تعلم صناعة النسيج الأوائل الخزفية حفظ غلال الزراعية فيها وبنى بيوته من أغسان الأشجار ثم من الطوب إذن هناك تطور من أغسان الأشجار إلى الطوب والحجارة وبدأت تتجمع البيوت حول بعدها ونشأت قرى القرى المتعددة نعم إذن هناك حصل تطور وتقدم عند الإنسان العاقل هنا تقول ندواتيقة هذه رسوم تمثل نمط عيش الإنسان العاقل لاحظوا جيدا الإنسان العاقل كان يعتمد طبعا هنا على القنص طبعا الغداء اللي يحصوا على غدائه ثم الالتقاط وهنا الزراعة ثم عدنا استعمال أدوات حجرية وبعدها أدوات خشبية إلى أنصنا صناعة النسيج طبعا ينسج طبعا تيابا من الصوف لاحظوا تطور السكن دياله فكان يعيش طبعا في الأكواخ هيا كما ترون ثم الكهوف هنا كهوف ثم إلى أكواخ بعدها طبعا القرى من الطوب والحجارة من الطوب والحجارة إذن هنا قلنا نصغروا هذه السخلس من النصر والرسوم الأنشطة التي تعطى لها الإنسان العاقل هذه الأنشطة التي تعطى لها قلناها الزراعة التقاط قلنا القنص طبعا الأدوات التي كان يمرزها كان أدوات حجرية ثم أدوات خشبية فطبعا طور الإنسان أو حقق الإنسان تطور في نمط العيش والزراعة ساعدته على الاستقرار وطبعا من حيث اللبس كان يلبسه جلودة طبعا الحيوانات التي كانت يصطادها فأصبح الآن يستعملوا صناعة النسيج طبعا سنمر إلى الفقرة الموالية والنشاط الثالث السخرس أهمي اكتشاف إنسان جبل إغودا نعم أتعرف إنسان جبل إغودا أقرأ النص والخريطة وألاحظ طبعا الصورة ثم بالمغرب اكتشاف بقايا العدمية البشري التي تنتسب الإنسان العاقي بجبل إغودا بمنطقة آسفي وهي من تطابق مثيلاتها الإفريقية ولا يختلف هذا الإنسان من الناحية الجسمانية عن إنسان المنتصب القام إلا قليلا وعندما تغير المناخ وتراجعة الأحوال الممطلة الرطبة وتدهوى الغطاء النباتي وتناقص الوحيش للحيوانات برية التي كان يصطادها عمد إلى استهلك الأصداف البحرية وبالح البحر نعم إذن هذه معلومة مهمة على طبعا الإنسان الذي تم اكتشافه جبل إغودا لاحظوا الإنسان العاقل والإنسان جبل إغودا إذن من الجهة الأمامية الجمج ومناحظ هناك تقارب ليس هناك اختلاف بينما في الخلف نلاحظ إنسان العاقل عنده طبعا شيء بدائرية طبعا هناك اختلاف بين الإنسان العاقل قليل والإنسان هو إنسان جبل إغودا في حين في الجهة الأمامية هناك تقارب نعم عندما نرى الخريطة أين تم اكتشافه ها هو إذن هذه جبل إغودا في منطقة أسفي طبعا بين مراكش وأسفي في منطقة أسفي تم اكتشاف إنسان جبل إغودا ها هو طبعا السنة هي 300 ألف سنة تم اكتشافه حوالي عاش تم 300 ألف قبل 300 ألف سنة عاش قبل 300 ألف سنة بهذا المعطيات قالوا الثاني هنا شكل اكتشاف طبعا التي يرجع عمره إلى حوالي هنا اسمحوا لي تشكل اكتشاف بقايا الإنسان العاقل التي يرجع عمرها إلى حوالي 300 ألف سنة بجبل إغودا في منطقة اليوسفية حدثا عالميا خارق للعادة فقد أرجع به 100 ألف سنة إلى الوراء تاريخ ظهور الإنسان العاقل بعدما كان يعتقد أنه ظهر في 200 ألف سنة في المغرب 300 ألف سنة وكان يعتقد أنه 200 ألف سنة إذا الفرق 100 ألف سنة سنة جنوب إفريقيا وبالتالي أصبح ما هدو ظهوره في شمال إفريقيا اللي هو طبعا وليس شرقها أو جنوبها كما كان يعتقد إذن قال لك أستخدم من النص الفكرة التي كانت سائدة حول تاريخ ومكان ظهور الإنسان العاقل قبل اكتشاف إنسان جابل إغوضا إذن الفكرة ومكان ظهور دياله كان فيه طبعا هاي هنا تاريخ ظهور الإنسان العاقل بعدما كانوا يعتقدوا أنه ظهر منذ 200 ألف سنة كانوا يعتقد وفي جنوب إفريقيا هذا هو الاعتقد قبل أن يكتشفه في المغرب أحسب الفرق بين تاريخ ظهور إنسان جابل إغوضا وطاريخ ظهور إنسان العاقل في المناطق الأخرى إذن جابل إغوضا كان 300 ألف سنة وكان عنده طبعا في جنوب إفريقيا كان 200 ألف سنة إذن الفرق هو 100 ألف سنة 100 ألف سنة إذن أستخلص من النص أهمية اكتشاف إنسان جابل إغوضا وطنيا وعالميا إذن أهمية اكتشاف إنسان جابل إغوضا وطنيا وعالميا هو أنه بفضل هذا اكتشاف تبوء المغرب طبعا تبوء المغرب بفضل اكتشاف إنسان جابل إغوضا ما كان مرموقة ويعتبر مهدا للإنساني العاقل طبعا واحد السؤال كنت نقل زنا في نشاط ما جوناش عليه في نشاط لازا طبعا سأبحث عنه طبعا باتشي كتوبة بحلالة كنت كتوبة بحلالة خلس سألي خلس سألي خلس سألي انت ما خففنا فيه لجب